موسيقى مازلنا في كفر نحوم نتكلم عن معجزات المسيح اللي حدثت في هذه المنطقة واحدة من المعجزات القوية اللي حدثت في هذه المنطقة حدثت في بيت بطرس عندما رجع المسيح من المجمع ورأى حماة بطرس محمومة مطروحة في الفراش في حمى شديدة هذه المنطقة شهدت معجزات كثيرة ليسوع المسيح اللي هي كفر نحوم وطن المسيح التاني وهذا البيت يعني بيت بطرس كان بيت ساكن فيه يسوع المسيح وبعد فترة تحول إلى كنيسة فاليوم اكتشفوا كنيسة على اسم بطرس الرسول وابتدأوا يوسعوها وعملوها بشكل مثمن يعني 8 أضلاع وابتدأوا يوسعوا الكنيسة كمان أكثر وأكثر حتى أصبحات كنيسة كبيرة ولكن هذه المنطقة دمرت في زلازل لفرانسيسكان من حوالي 150 سنة اشتروا هذه الأرض وعملوا صور وابتدأوا بالحفريات واكتشفوا مجمع كفر نحوم واكتشفوا أيضا بيت بطرس ومن فترة من عدة سنوات بنوا هذه الكنيسة فوق بالزبط بيت بطرس من فوق طبعا فيه زجاج تستطيع أن ترى البيت هذه المعجزة شفاء حمات بطرس من الحمى مكتوب ولما خرج من المجمع دخل إلى بيت بطرس وأندروس في الحال يعني ما فيش مسافة فيش مسافة 20-30 متر كان بيته بجوار المجمع وذهب إلى هذا البيت فوجد حمات بطرس بحمى شديدة الحمى الشديدة يعني كان عندها حرارة شديدة جدا شفاها يسوع فتركتها الحمى الحمى كما نعلم أنه بتسبب الإنهاك بتسبب الإعياء للشخص بتسبب بيكون بيصل الإنسان إلى حالة الهذيان وطبعا بيكون صعب يستوعب ضعيف أنه يعمل أي شغل في البيت بيكون الإنسان ضعيف جسديا وبيحتاج إلى أيام وأحيانا أسابيع إلى الشفاء أنا شفتها حالات الحمى الشديدة إلى درجة الهذيان لما كنت بخدم في جنوب السودان شفت يعني ناس كتير اللي أصيبت بالحمى وفعلا مرض صعب ومرض خطير جدا هذا المرض أحباء لما بيكون في حرارة شديدة بيسبب طبعا أمراض أخرى في البيت عادة بيجيبوا الطبيب إلى البيت ولكن هنا جاء طبيب الأطباء جاء يسوع المسيح وحيث وجد يسوع تهرب الحمى هذا الشيء طبيعي رغم عدم الراحة في البيت ولكن المسيح هو الذي يشفي والمسيح هو الذي يريح فالعلاج يتطلب وقت فطبعا وقف فوقها يعني اتجاهها وفعلا أمر الحمى أو انتهر الحمى مسك بيدها وبعدين أقامها في الحال ابتدأت تخدمهم فإذا يعني رجعت صحتها وقوتها في الحال وهذه طبعا معجزة قوية جدا لأن العلاج يتطلب وقت ولكن شفيت في الحال وقف فوقها انتهر الحمى وعلى فكرة هذا بعبر عن سيادة وسلطان المسيح في المجمع المسيح انتهر الروح النجس في البحيرة المسيح انتهر العاصفة وهدأ العاصفة في بيت بطرس انتهر الحمى فتركتها الحمى في الحال وقامت تخدمهم إن المسيح أيضا عنده السلطان أن ينتهر الشياطين تعرف حبائي فعلا قصة جميلة نشوف محبة بطرس لحماته ومحبة حمات بطرس للمسيح ولتلاميذ المسيح ولبطرس أصبح بيتها كنيسي ومكان للراحة ومكان للشفاء ومكان للتعليم بكل معنى الكلمة بتذكرني في قصة رعوت ونعمي رعوت أحبت حماتها وقالت لها حيثما ذهبت أذهب وحيثما بيت أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي وفعلا تزوجت رعوت من أحد الأقرباء وجاء منها نسل المسيح من ناحية أخرى في أيام ولادة المسيح كان هيرودوس الكبير بالعكس قتل حماته وهكذا أحبائي البيت الجميل اللي بتشوف كل البيت مع بعض يد وحدة متماسكة طبعا كان يخدم في المجمع رجع للبيت مكتوب إذ غربت الشمس يعني خروج السبت يعني خلص جاء وقت العمل بالنسبة للفكر اليهودي مكتوب كانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب مكتوب فشفاء كثيرين وأخرج شياطين كثيرة فإذن شفاء حمات بطرس كان سبب إيمان الكثيرين وكان سبب شفاء الكثيرين وسبب تحرير الكثيرين من العبودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة